السلام عليكم ورحمة الله نكمل إياكم رياضيات للصفة السادسة الابتدائي لاختبار القبري صفحة 55.3 العمليات على الكسور الاحتيادية طبعا حلينا الزائد هذه في أبسط صورة الحد سادسة وإن شاء الله رح نكمل إياكم هذه السابعة الحد 18 يلا عيوني سابعا قايل استعمل أنموذجا لأجد ناتج ضرب كل مما يأتي في أبسط صورة مطيني سابعا 1 على 4 في 1 على 2 1 على 2 رح نضرب ضرب عادي 1 في 1 4 في 2 8 هذه سابعا هنا ثامنا مطيني 3 على 5 في 4 هذا إذا مقامها ما عدها مقام شي خليلها مقام شي خليلها 1 1 زين نضرب 3 في 4 12 وخمسة في 1 5 هذه الـ 12 على 5 ما يصير إحنا قلنا 12 على 5 البسط ما يصير أكبر من المقام لازم المقام أقل فأقسم 12 وهنا 5 12 كم 5 بها وحدة وحدة في 5 شنو وحدة 2 2 في 5 10 هنا ثنين ويساوي أن أجد الخمسة هنا خليلها واثنين هنا واثنين هنا هذه ثامنا تاسعا 2 على 3 ثلاثة في 5 على 6 ثنين على ثلاثة في 5 على 6 أكو بيها يعني للمتوسطة مختصرين الاثنين والستة يعني نقول هاي بها واحد وهي بها ثلاثة أكو بيها رأسا يضرب ثلاثة في 5 عشرة وثلاثة في 6 ثمنتعش يعني تبقوا تبقوا هنا عشرة على ثمنتعش عاشرا يقول اكتب كل كسر غير فعلي فيما يلي على صورة عدد كسري مطينا الداعش على عشرة يلا عيني دعش على عشرة شبيها أقسم إذا يقول لي هيتش رأسا أقسم قسمة طويلة هنا الداعش وهنا العشرة دعش كم عشرة بها وحدة واحد في عشرة عشرة هنا واحد ويساوي النجد واحد هنا العشرة ونال واحد فوق هاي عاشرا الداعش مطينا 88 على 30 88 و80 على يمن على 30 أقسم أيضا قسمة طويلة طيب لي ذاك القلم هنا 88 وهنا 30 88 كم 30 بها 2 2 فيه 0 0 2 فيه 3 6 أبدأ أطرح 8 6 بها 2 يعني يساوي أن ناتج القسمة بالبسط 28 والمقام ينزل نفسه والباقي قسمة بالبسط والناتج القسمة عدد صحيح هذه الداعش نشوف 12 7 على 5 يلا يعني 7 على 5 نقسمها قسمة طويلة هنا 7 وهنا 5 7 كم 5 بها وحدة 1 فيه 5 5 7 5 2 إذن 5 ينزل الناتج بالبسط الباقي بالبسط والناتج عدد صحيح صارت 1 و2 على 5 13 و17 على 8 يلا يعني نقسم قسمة طويلة هنا 17 وهنا 8 بس يجيني السؤال لسأ نقسم قسمة طويلة 2 2 8 16 7 6 1 و و يساوي هنا 8 2 2 وهنا 1 زين هس نشوف الـ 14 أكتب كل عدد كسري فيما يلي على صورة كسر غير فعلي 4 عدد صحيح و4 على 5 4 عدد صحيح و4 على 5 يلا عيني شلون أحلها هنا في وهنا زائد يساوي الخمسة أنزلها الخمسة أنزلها أضرب 4 في 25 20 أزيد من 4 24 24 24 على 5 زين 15 مطيني 6 عدد صحيح و3 على 4 يلا عيني هنا في وهنا زائد أنزل 4 6 في 4 24 25 26 27 27 27 على 4 زين هسا شايف أسول 16 16 مطيني 1 على 3 وهنا 3 يلا عيني هنا نضرب وهنا زائد 3 في 3 9 1 10 على 3 17 17 17 17 على 8 1 عدد صحيح نضرب هنا في وهنا زائد 1 في 8 8 8 8 أو 17 25 25 على 8 زين ونصل 15 بس هذه المسألة مع سارة حبل طولة 8 أمتار وقطعت منه واحد على 3 متر ما طولت جزء الباقي من الحبل خلينا نحلها هنا ما تأتي مسألة واحدة هنا ش راح أسوي 8 يصير يعني عدد صحيح نقصها من 100 من 1 عدد صحيح هو 1 على 3 يلا عيني شوفوا أمي هنا عدي ناتج القسمة مطيني قصد العدد صحيح 8 لما أريد أخذ من عد 8 1 صير 7 أخذ من 8 يعني باعتبار هذا عدد صحيح أخذ من عند 1 يصير 7 لازم يعني أسويها 1 حتى يصير 8 أختار كسر أي كسر أي كسر أختار مثلا نقول 7 ننزلها مثلا نقول 3 على 3 أو 2 على 2 أو 1 على 1 ناقص هذا أنزله 1 على 3 معيني هذا خلينا عيد هاي الفقرة هنا 8 أخذ من 8 1 يصير 7 7 لازم أسويها يعني شو نقول 1 حتى يصير 8 يعني اختار كسر حتى يصير يعني اختار كسر حتى يصير 1 يعني 3 على 3 2 على 2 1 على 1 وننقص ها فهذا تساوت المقامات هنا 3 3 ناقص 1 2 7 ناقص 1 5 إذن صار وعندنا 5 عدد صحيح و2 على 3 7 ناقص 1 شنو 5 6 7 ناقص 1 6 3 ناقص 1 2 3 تنزل إذن 6 عدد صحيح و2 على 3 وبالتوفيق يا ربي